بتاديتي بقى هنا تركيزي في منطقة الهنى يعني ألبوم التاني لا هو الأول واحد ده اللي عمل الصدمة اللي هو انت عارف ليه بدلت الرأس وليه بيداري اللي صامها أغنية العجلة وفعلا كان الواحد بيعملها باعة عفوية يعني كنت عاملها بمنتهى العفوية والطلقاء يعني فعلا ما كنتش أنا فاكرة فعلا أغنية انت عارف ليه دي عشرين سنة ليه بيداري وبعدين كمان أنا عندي عجلة طول عمري عندي عجلة بنزل أركب العجلة وانزل في الشارع كون أنا صورت ليه بيداري دي في لبنان كونها تعاملت كمان سكسي أو زي ما بيقولوا سكسي فده مبدئين توجيه مخرج وفي لبنان هم عندهم ان السكسي ده خليكي سو سكسي فأنا بنفذ زي أي دور بيجيلي خليكي سكسي طيب ماشي سكسي أوكي تمام فبس الرد فيها اللي بقى كان قاسي حقيق حقيق مش على السكيلز بتاعنا عطلك الرد الفعل على الشعب نفسه عطلك مش عطلني شوية خضيت صدمة جات لي رهيبة يعني لا كان في وقتها اللي هو ايه يعني برضو من ضمن الهابل يعني ايه يعني مش عارفة ايه وبتاع وبعدين بقى شوية لا مش هينفع فين ماما ماما معودانا ان احنا نبقى مستقلين مسئولين مسئولين مسئولية كاملة عن قراراتنا لي عن نصيح بس في مسئولية يعني هي ماشا نرد فعلها كان شبه الناس اللي هجمتك ولا كان موافقة معاكي ولا كان ايه كانت مصدومة برضو يعني مش عارفة مش مش قادرة حدد بس كانت مخدودة شوي والله يا بنتي أنا يعني ساعتها أنا ما كنتش يمكن عشان في اختلاف شوي في وجهات النظر ان انا مش شاك طبعا الاستعراض استعراض والرأس نعم الاستعراض يعني ده كانت وجهة نظر يعني برضو ما فهمت شوية هو ايه الاوفر ده يعني صح اه كيه الكتير ده كانش اوفر الرد الفعل الرد الفعل عنيف يعني احنا ناس يعني شوفنا زي ما انت بتقولي سم يا جمال في قابها شكلها ولبساها وما كناش بقى الفرق بان قوي كده الزمن غير الزمن كان بيتسلل الفرق ده كان عمال يتسلل في مجتمع ناس لمسا من قريب وناس لسه بيوصلها بعد شوية فيه ايه مالكو بعد ايه طول عمرنا زمان كانوا امهاتنا بينزلوا الافلام اللي بتحبوها كلها وعشتوا عليها اللي فيها اسماعيل ياسين وتحية كاريوكا وسامي يا جمال وكيتي واش عارف في سوريا حلم يعني عاشوا على زمان ما كانش فيه تحرشات يا مادام اسعاد دلوقتي فيه تحرشات في الشارع